في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرار لدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق نتائج الإيجابية التالية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار إسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6651 قضية تمونية متنوعة وضبط 1270 قضية في مجال منع تداول الأرقيلة بمضبوطات بلغت 6943 أرقيلة إضافة إلى غلق 4996 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق كما تم ضبط عدد 45421 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9549 قضية تمونية متنوعة من بينها 161 قضية بيع استوانات بوتجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 37027 استوانات بوتجاز وضبط 36 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 625190 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 9350 قضية السلع الغزائية وتمونية بمضبوطات وزنت 1252 طن و200 كيلو سلع غزائية متنوعة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 338404 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 61346 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4355 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 209 سائق منهم كما تم المرور على 114 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 372 من سائق حافلات المدارس تبين سلبية كافة الحالات كما تم فحص 257 مركبة تبين مخالفة سبع مركبات الاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 644 سيارة و60 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال مخالفات قاعد الدراجات النارية تم ضبط 18879 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوثة وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 746 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 86748 قضية في مجال سلقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 72 مليون ومئة وخمسة عشر ألفا وستمائة وتسعة وسبعين جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 210 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من بينها 119 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبطت خلالها عدد من الأجهزة الفنية المتنوعة كما تم ضبط 91 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمطبوطات بلغت 78 ألفا وخمسمائة واربعين كتب دراسية وكتب خارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المدية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 40 قضية بقيمة مالية بلغت مائتين وخمسة مليون وثمانمائة وسبعة وسبعين ألفا وستمائة وواحد وتسعين جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2438 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3 مليار و143 مليون و114 ألف جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستهداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11 مليون وستمائة وتسع ألف وسبعمائة وستة وستين جنيها